وقفت معلمة الصف الخامس ذات يوم وألقت على التلاميذ جملة هي إنني أحبكم جميعا وهي تستثني في نفسها تلميذا يدعى تيدي فملابسه دائما شديدة الاتساخ مستواه الدراسي متدن جدا ودائما منطو على نفسه وهذا الحكم الجائر منها كان بناء على ما لاحظته خلال العام فهو لا يلعب مع الأطفال وملابسه متسخة ودائما يحتاج إلى الحمام وأنه كئيب لدرجة أنها كانت تجد متعة في تصحيح أوراقه بقلم أحمر لتضع عليها علامات X بخط عريض وتكتب عبارة راسب في الأعلى ذات يوم طلب منها مراجعة السجلات الدراسية السابقة لكل تلميذ وبينما كانت تراجع ملف تيدي فوجئت بشيء ما لقد كتب عنه معلم الصف الأول تيدي طفل ذكي موهوب يؤدي عمله بإناية وبطريقة منظمة ومعلم الصف الثاني كتب تيدي تلميذ النجيب ومحبوب لدى زملائه ولكنه منزعج بسبب إصابة والدته بمرض السرطان أما معلم الصف الثالث كتب لقد كان لوفاة أمه وقع صعب عليها لقد بذل أقصى ما يملك من جهود لكن والده لم يكن مهتما به وإن الحياة في منزله سرعان ما ستؤثر عليه إن لم تتخذ بعض الإجراءات بينما كتب معلم الصف الرابع تيدي تلميذ منطو على نفسه لا يبدل رغبة في الدراسة وليس لديه أصدقاء وينام أثناء الدرس هنا أدركت المعلمة تونسون المشكلة وشعرت بالخجل من نفسها وقد تأزم موقفها عندما أحضر التلاميذ هدايا عيد الميلاد لها ملفوفة بأشريطة جميلة ما عدا الطالب تيدي كانت هديته ملفوفة بكيس مأخوذ من أكياس المقالة تألمت السيدة تونسون وهي تفتح هدية تيدي وضحك التلاميذ على هديته وهي عقد مؤلف من ماسات ناقصة الأحجار وقارورة عطر ليس فيها إلا الربع ولكن كفت تلاميذ عن الضحك عندما عبرت المعلمة عن إعجابها بجمال العقد والعطر وشكرته بحرارة وارتدت العقد ووضعت شيئا من ذلك العطر على ملابسها ويومها لم يذهب تيدي بعد الدراسة إلى منزله مباشرة بل انتظر لمقابلها وقال إن رائحتك اليوم مثل رائحة والدتي عندها انفجرت المعلمة بالبكاء لأن تيدي أحضر لها زجاجة العطر التي كانت والدته تستعملها ووجد في معلمته رائحة أمه الراحلة منذ ذلك اليوم أولت المعلمة اهتماما خاصا به وبدأ عقله يستعيد نشاطه وبنهاية السنة أصبح تيدي أكثر التلاميذ تميزا في الفصل ثم وجدت السيدة مذكرة عند بابها للتلميذ تيدي كتب بها أنها أفضل معلمة قابلها في حياته فردت عليها أنت من علمني كيف أكون معلمة جيدة بعد عدة سنوات فوجئت هذه المعلمة بتلقيها دعوة من كلية الطب لحضون حفل تخرج الدفعة في ذلك العام موقعة باسم ابن كي تيدي فحضرت وهي ترتدي ذات العقد وتفوح منها رائحة ذات العطر هل تعلم من هو تيدي الآن؟ تيدي ستودارد هو أشهر طبيب في العالم ومالك مركز ستودارد لعلاج السرطان ترى كم طفل دمرته مدارسنا بسبب سوء التعامل كم تلميذ هدمنا شخصيته إهداء لكل المعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد وكل عام دراسي ونحن أحسن وأكثر إخلاصا فهم من يبنون أمجاد الأمم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر